بات التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن أبرز سمات الحكومة الحالية في العراق لكن المواطن العراقية وبالذات في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين لم يتوقع البتة أن يطال التقصير رواتب الرعاية الاجتماعية التي تشكل المورد الوحيد للعائلات الفقيرة المحتاجة طبق الفقيرة المعدومة هؤلاء الأيتام الأرامي الناس التعبانة اللي ما عنده سند ما عنده ضار أقول اللي عنده بالحكومة ما شيء أموره اللي ما عنده ما عنده غير الله فما إلى غير يتحمل كل شيء يوضع الله وقد بات تأخر رواتب الرعاية الاجتماعية لستة أشهر في قضاء الدجيل مصدر قلق لدى العائلات التي تعتبر هذا الراتب ملاذها الوحيد وسط زحمة الحياة الصعبة حكومة أريد من الله ومنها تطلع للراتب ما لا يتم يلتفتوني إذا حقون حالي تيم ما عنده الضعيف إذا عاد الناس ترى طقت الشبعانة طقت طقت بس طقت بس خلتفتوني على هلا يتم هاي ولا تزال العائلات التي تعتمد بشكل كامل على راتب الرعاية الاجتماعية تنتظر استلام راتبها الذي طال انتظاره ولا تزال مبررات الجهات الحكومية المسؤولة عن رآية الفئة المعدومة هذا محل تساؤلا وارتياب كبير بين فترة أخرى يجب أن يصير إعادة تدقيق ولكن يبدو أنه كان هناك عجلة في الموضوع وهناك عوائل فقيرة انحجبت راتبها وهي فقيرة نتيجة خطأ بالتقييم وإلى أن تعيدت جهات الحكومية أغلى من تزعته من العائلات الفقيرة يبقى هؤلاء ضحية من ضحايا أهمال حكومي تفشى في جذور مؤسسات العرام ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة